الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآل وسبه شابية العزيز وتتميز هذه الاستحقاقات بإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس الوقت في نفس اليوم وهو ما يؤكد أمقا ممارسة ديمقراطية ونجع البناء السياسي المغربي ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة الإقامة مؤسسات ذات مصداقية تخدم مصالح المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن في مواجهة الهجمات المدروسة التي يتعرض لها المغرب في الفترة الأخيرة من طرف بعض الدول والمنظمات المعروفة بعدائها لبلادنا فالمغرب مستهدف لأنه دولة عريقة تمتد لأغثر من 12 قرن فضلا عن تاريخها الأمازيغ الطويل وتتولى أمورها ملكية ومواطنة منذ أزيد من أربعة قرون في ارتباط قوي بين العرش والشاب والمغرب مستهدف أيضا لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار التي لا تقدر بثمن وخاصة في ظل التقلبات التي يعرفها العالم يتعرض المغرب على غرار بعض دول الاتحاد المغرب العربي لأملية عدوانية مقصودة فأداء الوحدة الترابية للمملكة ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا قويا ومؤثرا وقليل من الدول خاصة الأوروبية التي تعد للأسف من الشركاء التقليديين تخاف على مصالحها لاقتصادية وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربية كما أن بعد قيادتها لم يستوعبوا بأن المشكل ليس في أنظمة بلدان المغرب العربي وإنما في أنظمتهم التي تعيش على الماضي ولا يستطيع أن تساير التطورات هم لا يريد أن يفهموا بأن قواعد التعامل تتغيرت وبأن دولنا قادرة على تدبير أمورها واستثمار مواردها وطاقاتها لصالح شعوبنا لذا تم تجنيد كل وسائل الممكنة الشرعية وغير الشرعية وتوزيع الأدوار واستعمال وسائل تأثير ضخمة لتوطريط المغرب في مشاكل وخلافات مع بعض الدول حملة واسعة لتشويه صورة مؤسساتنا الأمنية ومحاولة تأثير عن قواتها وفعاليتها في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب إضافة إلى الدعم والتنصيق الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي بأتراف عدد من الدول نفسها المغرب تغير فعلا ولكن ليس كما يريدون لأنه لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا وفي نفس الوقت يحرص على إقامة علاقات قوية بناءة ومتوازنة خاصة مدول الجوار ترجمة نانسي قنقر